بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيك صديقي القول الفصل في موضوع اختراق الأندرويد عن طريق صورة من أكثر الأمور التي طلبت مني من لما دخلت هذا المجال من أكثر الأمور اللي الناس فاهمينها بشكل خاطئ بل لدرجة أنه في شخص كان على التليجرام أو مجموعة أشخاص بيدعوا أنهم ببيعوا أدوات بتمكنك من اختراق أي جهاز أندرويد بدك إياه عن طريق صورة وسعر الأداء مئتين دولار مجرد ما تكلمت مع هذا الشخص إذا طلبت منه دليل إذا اشتريت الأداء رح يعمل لك بلوك مباشرة وما رح تحصل أي شيء بس رغم هيك أنت لأجل عقلك المصر على هذه الحقيقة أو على هذا الكذبة رح تقول لا لسه موجودة طريقة ولازم أبحث أكثر فخلينا اليوم نجاوب على مجموعة أسئلة أهمها هل أنت كمستخدم عادي بإمكانك تستغل هيك ثغرة هل هيك ثغرة موجودة حرفيا هل بإمكانك فعليا تخترق الأندرويد عن طريق صورة كل هذا الكلام وأكثر رح تلاقوه في حلقة اليوم أنا سيف مخارزة مستشار ومدرب في مجال الأمن السيبراني والمؤسس لشركة سيكشتاين سيكوريتي في مجال الاستشارات والتدريب في الأمن السيبراني تعالوا نشوف حلقة اليوم بدون منطول أكثر منيك بداية خلينا نستهل الكلام بجوائز مكتشفين الثغرات أنت كشخص بتدعي أنك بتقدر تخترق أي جهاز أندرويد خلينا نتكلم من ناحية بيزنس إيش رح تحصل جوائز مقابل هذا الموضوع شو في عندك طرق تربح من خلالها فلوس غير خداع الناس أو عمل أجواء على الناس والإدعاء بأنك تستطيع اختراق أي جهاز أندرويد بدك إياه جوجل يا صديقي العزيز بتقدم لك جوائز بتبدأ من مئة الف دولار لحد مليون دولار على حسب نوع الثغرة إذا بتكتشف ثغرات بتتعلق حرفيا بنظام أندرويد الخام وتحديدا اللي موجودة على أجهزتها سواء النكسس أو الجوجل بيكسل تمام على هاي السلسلتين أو على أي نظام أندرويد خام قامت بتطويره جوجل وتحديدا على أحدث إصدار خلينا نشوف مع بعض إذا الثغرة الخاصة فيك بتقدم لك يعني بتخليك تحصل على صلاحيات أعلى من صلاحيات اليوزر العادي بتأخذ مئة دولار إذا كانت هاي الصلاحيات على مستوى النواء أو الكيرنل بتأخذ أكثر نطلع للمليون دولار بيكسل تايتن ام وذب ريزيستنز زيرو كليك إذا عندك ثغرة بدون أي تفاعل مع الهدف بدون إرسال روابط بدون استغلال أي تفاعل من المستخدم بتخترق جهازه بالكامل وبتحصل أو خلينا نحكي بتحصل أو صلاحيات عالية بالجهاز بتحصل مليون دولار أنا عارف صديقي إذا أنت مش من المدعين وإنت مشاهد عادي للقناة أنك راح يتمل إذا بنظلنا نتكلم في هذا الموضوع فتعال نشوف من وين بدأت القصة القصة بدأت في 2016 ممكن أيضا قبل هيك كان بس البداية خلينا نحكي الهايك أو الترند الخاص باختراق الاندرويد عن طريق صورة هو سيفي اي 2016 ثلاثة ثمانية اثنين من موقع سيفي اي ديتيلز ببساطة أي شخص بيكتشف ثغرة بيبلغها مثلا لجوجل بيحصل مكافأته بعد ما جوجل تصلح الثغرة هاي ويتبطل متاحة ممكن يتطفق معه بعد شهرين أو ثلاث لبينما كل المستخدمين يحرثوا أجهزتهم بتصير قادر على انك تكتب او تكتب مقالات عن هاي الثغرة اللي انت اكتشفتها بعد ما جوجل ايضا تكون نشرت عن الموضوع وبعدين انت بتضيف هاي الثغرة لموقع عشان مختبرين الاختراق لما بدهم يجربوها على اندرويد يعرفوا يستخدموها يعرفوا اي اصدارات مصابة في الموضوع تمام فكانت بداية الموضوع من هون وانا في هذا الفيديو مش راح هدخل بتفاصيل تقنية عالية بس عشان انت ما تمل مني يعني مش راح يزيد الفيديو عن العشر دقائق في ايضا ثغرات طلعت في الفين وتسعطاش تحديدا رقم الف وتسعمية ثمانية ثمانين اللي كانت في الفين وتسعطاش الف وتسعمية سبعة وثمانين وستة وثمانين ثلاث ممكن كلامي ما يكونش دقيق جدا ولكن هذا اللي وجدناه بعد البحث البسيط على جوجل اللي اي مستخدم عادي ممكن يبحثه تمام فالقصة يا عزيزي بكل اختصار انه جوجل في مركز مركز ابحاث متعلق في الامن السيبراني اكتشف هيك نوع من الثغرات بلغها لجوجل اخذ الجائزة تبعته بعدين نحل الموضوع من الفين وستعاش او من الفين وتسعطاش وانا بضمن لك اذا شاري هاتف بعد الفين وتسعطاش النظام اللي فيه رح يكون احدث وغير مصاب بهاي الثغرات واذا كنت من قبل الفين وتسعطاش ولكنك حدثت النظام تبعك بعد ايضا انت غير مصاب بهاي الثغرات فشاهد في الموضوع انه مركز بحثي اكتشف هاي الثغرات تمام ليست منشورة للعلن وقبل ما نشرح ليست منشورة للعلن ناخد استقطاع بسيط اه وطبعا لا تفكر انه هون انا بدي اعلن لك اعلان لا انا بدي افيدك بشغلة اكبر انا في الدورات اللي بقدمها وعندي كثير دورات في الامن السيبراني شيء على المواقع شيء على السيرفرات بتقدر تشيك على موقعنا الخاص بالاكاديمية الموجود اسفل الفيديو بالديسكريبشن او تتواصل معي من خلال رقمي في واتساب او تليجرام او اي حساب من حساباتي في السوشيال ميديا اللي موجود اسفل الفيديو بالديسكريبشن لتستفسر عن الدورات تمام في دورة اختراق الجوال اول فيديو لما حتى تضغط على قبل ما تشتري اول فيديو اللي هو تمام انا بحكي لك في وبصريح العبارة اي شخص في العالم يضمن لك انه بيعلمك او هو نفسه قادر على اختراق اي موبايل بده اياه فتسعة وتسعين فاصلة مليون تسعة بالعشرة هو شخص كذاب ونصاب ايضا ليش لانه زي ما حكينا اللي معاثة غرابة يقدمها لجوجل بياخد ثروة ما رح يجي يتبجح على الناس فيها ما رح يجي بيحها بخمسين ومئة دولار فكر في الموضوع يا عزيزي وإلا فليش ما بنسمع انه كريستيانو رونالدو تلفونه مخترق ليش ما بنسمع عن المشاهير الكبار هواتفها مخترقة ما كان هم اولى ما كريستيانو ممكن يدفع فدية قيمتها ملايين اكثر من جوجل عشان ما تنفضح اسراره صح فكر فيها يا عزيزي فالتفكير المنطقي بيفيدك في بعض الاحيان ولكن رح تقولي طب كيف حامل دورة عن اختراق الجوال اذا ما بتضمن لي اخترق اي جوال بقولك يا صديقي احنا بنخترق بالاعتماد على جهل الضحية انا برسله رابط تمام اذا ما استطعت اخترق جهازه بالكامل اذا كان في جهازه اكثر من آلية دفاع استباقي مثل الانتي فيروس وغيرها وما استطعت ان يقنعه مثلا يحمل برنامج معين انا دامج فيه بايلود ويعطيه الاذونات انا بعطيك هون طرق مثلا باختراق الجيميل او الاي كلاود في حالة الاي او اس على هواتف ايفون تمام واذا اخترقت الاي كلاود او الجيميل اللي هو البريد الاساسي للجهاز فغالبا انت معك كل الملفات اللي موجودة مع هذا الشخص قادر تتحكم في الجهاز قادر اتراقبه نوعا ما تمام فهي طرق الاختراق اللي منبينها في الدورات واللي صدقني شخص يقدم اكثر منها اذا ما كان دارس اذا ما كان عنده ادلة مستحيل يقدر يقدمها وغالبا حتى اللي عنده ادلة بتلاقي لعب فيها فاخذ مني القول الفصل يا عزيزي في هذا الموضوع ولا تسمح لأحد بعد اليوم انه ينصب عليك في هذا الكلام يعني اغلب طلابي ممكن تشوفهم في التعليقات اغلبهم اللي بسألوني عن هذا الكورس بحكي لهم في البداية انت ما بتستطيع تخترق اي جوال بالدكية تمام وفي كورس يعني عشان ما اضلها حز بقلبي اللي هو موضوع جمع المعلومات والاختراق بطريقة الاستخباراتية في هذا الكورس انت قادر تصير مستشار امن معلوماتي بتقدر من خلاله تعرف كيف بتم اختراق الحسابات وبنفس الوقت يجيك اشخاص ياخذوا استشارتك بشكل مدفوع بتأمن لهم اجهزتهم وحساباتهم اذا كان في مخترق قام بالدخول الى حساباتهم تعرف تأمن حساباتهم وترجحها بل وتتبع المخترق وتكشفه ايضا وتساعدهم في هذا الموضوع كل هذا الكلام واكثر موجود في الدورات اكتشفوها بينفسكم شوفوا تفاصيلها بالموقع واذا بدكم الدورات مع اشرافي الشخصي عليك بحيث لو مرات باي فيديو ما فهمته اه جربت قبل هيك كورسات انلاين بس بدك المدرب يكون معك وانت مرتاح لا اسلوب شرحي بتقدر تطلب اني انا اكون معك من خلال خدمة الحصص الخصوصية تواصل معي لا تدفاني عن الموضوع ولا تسمح لاحد بعد اليوم بانه ينصب عليك كان معكم سيف مخارزة ان شاء الله معكم طولت عليكم مع السلامة